بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية ان شاء الله اليوم ان شاء الله سوف نقوم بعمليات مراجعة هذا التيفي بوكس حقيقة الذي اعجبني كثيرا كما تلاحظون ترانسبيد سيتا كي اوترا اجتي هذا هو التيفي بوكس كما تلاحظون من هنا هنا مدخل الشاحن الشاحن من فئة خمسة فولت اثنان امبير هنا مدخل الالشجي خمسة واربعون يعني يمكنه يمكننا استخدام الكابل الالشجي خمسة واربعون لانترنت وكذلك يمكننا استعمال الواي فاي هنا مدخل هنا مدخل يعني يمكنه الاستيغال مع التلفازات القديمة كما يمكنه الاستيغال مع التلفازات الجديدة كما تلاحظون هنا مدخل الكارت ميموري صغيرة هنا منفذين اليو اس بي هنا منفذ كما تلاحظون الاو تي جي قمت باستخدامه حقيقة وجدته جهاز رائع وخفيف وسريع في العمل الان على بركة الله سوف نقوم بشبكه مع التلفاز لنرى البرامج الموجودة بداخله الان قمنا بشبك الجهاز بالHDMI وكذلك بالطاقة نضغط على تشغيل الجهاز كما نراحظ هذه وجهة التشغيل من هنا وهذه وجهة الرئيسية للجهاز كما لاحظتم هنا اليوتيوب بعد ذلك هنا البلاي ستور هذه هي الريموت الخاصة بالجهاز هنا البروسر هنا التطبيقات الخاصة بالجهاز هنا الاعدادات هنا سوف ندخل إلى التطبيقات كما تراحظون App Market Google Chrome File Manager مجلدات الموجودة في الجهاز الداخل غرغي الصور ثم Google إذا أردنا استخدام IPTV بعد ذلك هنا Play Store Netflix الموسيقى ما أعجبني في هذا الجهاز ما أعجبني في هذا الجهاز وهو أنك يمكنك أن تعمل تحديثا بواسطة النت مباشرة كما تلاحظون أنا هنا عندي النسخة العاشرة من الأندرويد أظن أنه يأتي بالنسخة التاسعة فيمكنك تحديثها إلى النسخة العاشرة أو الأحلى عشر وما إلى ذلك هنا كما تلاحظون هنا من أجل التحديث كذلك هنا من أجل معرفة الطقس نضغط على OK كما تلاحظون أنا هنا أخترت المدينة التي أتواجد بها يمكنك الضغط على هذه على هذا الزر لتغيير هنا نكتب الدولة المدينة أو المدينة التي نريد الطقس الخاص بها هنا في علامة Search بعد ذلك نكتب ما نريد نرجع قليلا هنا سوف أذهب إلى الإعدادات كما تلاحظون هنا الواي فاي الخاص بي على ذلك البلوتوث هنا Application التطبيقات هنا كما تلاحظون علومات حول الجهاز يأتي بالنسخة العاشرة كما تلاحظون هنا أعدادات أخرى هنا Stockage كما تلاحظون هذا يأتي ب16 جيجا Localization هنا كما تلاحظون هنا لأعادة ضبط الجهاز هذه معلومات خاصة كما تلاحظون حقيقة الجهاز رائع جدا أعجبني كثيرا خصوصا في سرعة الآداء فهو سريع جدا هنا لدخول إلى اليوتيوب كما تلاحظون يمكنني للدخول للفيديوهات من أجل حقوق الطابع هون مصر نحوذ هنا كما تلاحظون هنا الوي فاي و HDMI هنا الساعة جهاز حقا رائع يستحق التجربة إن أردتم أي معلومات أو أي استفسار عن هذا الجهاز أنا في الخدمة أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بشيء قليل إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته